مجاز أخبار الظاهرة من جريدة وقناة حواس فرسا إلكترونية أهلا بكم في المستهل حل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الثلاثاء بمطار عنابة برفقة وفد وزاري في إطار زيارة عمل تشمل ولايتي الطارف وعنابة ووفقا لبيان وزارة الطاقة والمناجم ظم الوفد رئيس وكالة ضبط المحروقات إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات صونة راك وصونة القاز وصونة رام والرئيس المدير العام لشركة نفطال بالإضافة إلى عدد من الإطارات من القطاع وقد استقبله بمطار عنابة الدولي ربح بطاط وولات ولايتي عنابة والطارف الذين كانوا مرفوقين بممثلية السلطات المحلية في الولايتين كما تسلمت أمسل اثنين الوكالات السياحية والأصفار المؤهلة ترخيص تنظيم العمر لموسم 1446 هجري وفقا لبيان صادر عن الدوان الوطني للحج والعمر وقد أشرف على تسليم هذه الترخيص المدير العام للدوان السيد صالح بطرفة الذي أشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح للوكالات المعتمدة ممارسة نشاطها مبكرا مقارنة بالمواسم السابقة هذا وكشفت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء عن تسجيلها أكثر من 200 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة أصفرت هيد عن وفاة شخصين وإصابة 225 أخرين وأوضحت المصالح أن معدل التدخلات بلغ 4185 تدخلا كل 20 ثانية مما يعكس حجم الجهود المبذولة للتعامل مع الحوادث الطارئة وتأتي هذه الإحصاءات في إطار الجهود المستمرة للحماية المدنية لضمان السلام العامة والاستجابة السريعة للحوادث إلى أحوال التقس أين أدرجت مراكز الرصد الجوية العالمية اليوم الثلاثاء خمس مناطق جزائرية ضمن قائمة المناطق العشر الأكثر حرارة في العالم حيث بلغت درجات الحرارة بهذه المناطق مستويات قياسية وصلت إلى 48.7 درجة مئوية تحت الظل وجاءت منطقة أدرار في المرتبة الأولى عالمياً بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة مئوية تلتها منطقة عين صالح في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 48.1 درجة مئوية واحتلت منطقة ميمون المرتبة الرابعة بنفس درجة الحرارة كما صنفت منطقة بن عباس في المرتبة السابعة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية ومنطقة تندوف في المرتبة العاشرة بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية نهاية الموجز شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله